رمضان أقل تبذيراً هذا العام مقارنة بالسنوات الفارطة تلك هي ثمار الحملات التحسيسية التوعوية لمكافحة كل أنواع التبذير وترشيد الاستهلاك العقلانية حيث أصبح المستهلك الجزائري أكثر وعياً حول هذه العادة السيئة التي تستنزف جيب المواطن وتهلك الاقتصاد المحلية إضافة لكونها عدوة البيئة ونظافة المحيطة رمضان 2014 لم يكن هناك في بدايته مظاهر اللهفة والفرط في الاقتناء لذلك كنا نتفائل أن مظاهر التبذير التي اعتدنا عليها خلال شهر رمضان وخاصة في مادة الخبز ستكون أقل لأن اللهفة والفرط في الشراء يقابله في المخرجات التبذير الرذائي والحمد لله حسب المعينة اليومية لما يتم رميه نلاحظ أنه ما بقى تشهد ذلك الظواهر الربي العشوائي والكمية الكبيرة من الخبز وحتى الحلوية التقليدية الخضر والفواكه وفيما يخص مادة الخبز التي تعتبر الأكثر استهلاكا وتبذيرا في رمضان تشير الأرقام إلى تسجيل ثلاثة طن من الخبز الذي تم رميه خلال الأسبوع الأول الذي يعرف أكبر نسبة استهلاك وهو رقم ضئيل مقارنة بالعام الماضي كما تقلصت ظاهرة الرمي العشوائي لنفايات والمواد الغذائية الأرقام التي أعطيتها الوكالة الوطنية تصير نفايات للأسبوع الأول في الجزاء العاصمة ثلاثة طن وشو كنا نشوفه قبل سنوات خلال الأسبوع الأول الجزاء العاصمة كانت نفع الخبز المهدر فيها كميات أكبر بكثير بكثير لأنه العام الماضي سجلنا مئة مليون خبزة وصلنا إلى تسجيل خمسة مليون خبزة يوميا ورغم مساهمة المؤسسات المختصة في مجال تسيير وجمع النفايات وكذل جماعات المحلية من بلديات وولايات في دعم حملات النظافة والتوعية إضافة إلى مخطط الوزارة الوصية لكيفية تموين وتوزيع المواد الواسعة لاستهلاك في رمضان وتغيير ثقافة الاستهلاك وترشيده إلا أن المستهلك يبقى الشريك الفعال والمحوري لتوفير بيئة نظيفة واقتصاد متزن